لا تزال إيران تشغل الغرب بملفها نووي في وقت تتفرغ ميليشياتها لاستهداف المدنيين بالمنطقة فمن جهة وفقط على توضيح عدد من المسائل العالقة حول برنامجها النووي وفق ما أعلنته وكالة الطاقة ومن جهة ثانية تبقى هناك مسائل وعالقة لم توضحها وأثارت قلق الوكالة فيما دعتها واشنطن إلى عدم التأخير بالاستجابة ومن ناحية أفاد ديبلوماسي فرنسي بأن إيران أبدت رغبة بإجراء محادثات غير رسمية حول القضايا العالقة ومن ناحية أخرى يخرج رئيسها حسن روحاني ليقول إنه لا يريد التفاوض مع الأمريكيين كل ذلك من الأخذ والرد يصف حالة الانشغال الغربي بملف إيران النووي ولكن على حساب تهديدات إيران اليومية للمنطقة والتي يسارع الأفريقاء الغربيين للرد عليها ببيانات استنكار وسط كل ذلك أطلقت ميليشياتها اليوم صاروخاً باليستياً جديداً باتجاه جازان واعترضه التحالف غدا تأحباط سلسلة محاولات أخرى باتجاه السعودية وأيضاً غدا تستهداف عين الأسد بالعراق والتي قتل فيها متعاهد أمريكي في وقت نقلت بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين أن حزب الله العراقي وراء الهجوم كل ذلك يتقاطع مع ما قاله منذوب السعودية لدى وكالة الطاقة حيث وصف ما تقوم به إيران بالابتزاز النووي والذي يستوجب تصدياً دولياً حازماً إزاؤهم كما دعا المجتمع الدولي لموقف حازم ضد التهديدات الإيرانية وإلا لا استقرار في المنطقة والعالم ويصف مراقبون المواقف الأوروبية والأمريكية حالياً بشأن النووي بأنها غير كافية لردع إيران خصوصاً مع تراجع بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خطتها لتبني مشروع قرار ينتقد إيران بالوكالة الدولية نبدأ إذن مشاهدين بتصريحات مدير وكالة الطاقة نتيجة المباحثات الحثيثة التي أجريتها مع إيران وافقت أخيراً على توضيحي والإجابة عن عدد من المسائل العالقة حول برنامجها النووي والأسئلة التي كنا قد تقدمنا بها منذ زمن الأسئلة تتعلق بوجود آثار لليورانيوم المخصب وشكوك حول آثار بعض المواد المثيرة للقلق ما كان لدينا هو مجموعة مخاوف جدية حول نقاط معينة جعلتني أصدر تقريراً خاصاً عن الموضوع لكي أتلقى أجوبة محددة عن أسئلة تثير قلق الوكالة واتفقنا على آلية معينة لذلك